بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم دلوقتي على حاجة جديدة عندنا حاجة مهمة قوي حاجة اسمها جروب بوليسي احنا اخر الفيديو شفناه عرفنا زي نكاريت يوزر وجروب و ايو تمام دلوقتي واحنا نشغلين حتى في الفيديو ده شفنا ان احنا مجانا نحط باسورد بتاعتنا باسورد سيمبل قالي لا اكمبليكس طب دي جابها منين جابها عن طريق جروب بوليسي بتاعت الدومين يعني ايه جروب بوليس يا جماعة يعني بمنتها البساطة كده الشروط او الرولز اللي احنا حطينها يعني باسورد كومبليكسو علاقة تزعل كنترل باني لو علاقة تزعل النيتروكو علاقة يظهره زي ما احنا هنشوف في الفيديو الجاي يظهر له الشيرنج جو ماي كمبيوتر تمام بس فده بمنتها البساطة كده احنا اول حاجة هنعمله هنفتح جروب بوليسي هندخل عليها منين يا جماعة هندخل عليها من الامن سرية هندخل عليها جوا حاجة اسمها جروب بوليسي منجمنت اهي تمام بدأت اهي زهرت قدامي اهي طبعا انا بغاية دلوقت يا جماعة اول حاجة احنا اتكلم عليها الديفولت دومين بوليسي تمام كده اهي بص انا بنقف عليها بتعليكة تأكيد اديها اهي. دي الوحيدة اللي انا من كاريتها دلوقتي. دي اصلا بتكاريت وانت بتسطى بالدومين زي ما احنا شفنا في بتاعنا واحنا مسطى بالدومين. احنا عملاش حاجة بعد كده. هخش عليها اقول له اقدر فيها زي ما انا عايز. تمام? نكبر كده اخلي بالي من حاجة نوعين. نوع بيتطبع على كمبيوترات بغض النظر من اليوزر اللي قاعد عليها. فدي اسمها كمبيوتر كونفيجريشن. وفيه رولز جروب بوليسي ممكن اه كونفيجريشن بعملها عليها. ان هتتطبق على اليوزر بغض النظر هو اي اقدر عنه كمبيوتر. يعني تتحرك مع اليوزر. تاني البوليسي او رولز انا عاملها على كمبيوتر. هتتطبق على اي يوزر يوضع الكمبيوتر ده. وهتطبق على الكمبيوترات اللي انا محددها بس. اليوزر كونفيجريشن هتتطبق على اليوزر على اي جهاز هيوعد معريق للشبكة عندي. هنبص عندي دلوقتي على. هلا عندي جواه حاجة اسمها هفتحها. هنلاقي جواه حاجات ايه يا جماعة شايفينها? مسلا مجموعة خاصة بمجموعة خاصة بمجموعة مسلا هنا فيها ايه? 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 ايه ايه الشرح بتاعها. احنا كل حاجة بنفتاحها يا جماعة بيظهر لي الشرح اليها بيسهل عليك. حقول له مسلا انابل ولا انابل الروز داية فالروز د دي بتعمل هايد فلما قول له انابل يبقى هتفعل الروز دا فبالتالي سيعمل هايد يعني هايخفي. هيخفي يا جماعة. هنا بحط أسامي الحاجة اللي انا عايز اخفيها تمام? ادي مثال. وقعطي لي هنا الشرح بتاعتي اللي موجود. الحاجة التانية انا هنا اهي. لو تروا انابل حيمنع الاسسس اليوزر اللي هي موجودة هنا اللي هتطبق عليها البوليس دي. انها تفتح كوتور باني من القصر. تمام? انت بتزبط البوليسي على حسب احتياجنا. انت محتاج تطبق ايه على اليوزر ده بالزيت. او محتاج تطبق ايه على 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 الدومين بالكامل. حسب احتياجة انت. تمام? بصوا ده من ده هيعمل فيها ايه? يزهر منها ايه? يخفي ايه? اخلي بالي كلمة يبقى لما اقول له هيعمل 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 يعني هتظهر. تمام? يعني انا مش مغير في دي. تمام? لو انا مطبق تانية. انا ممكن اعمل اوقتر من ده ده دومين ديفولت. زي ما احنا هنشوف. هنخش نعدي نعمل على حسب احتياجاتنا طول ما احنا شغالين. تمام? طيب نبص على حاجة تانية عندي انا هنا. حاجة سمول سيتنج. كل العدلات بتاعتي اهي. شايفين كل اللي اقدر اعدل عليه. بصوا دي يا جماعة. شايفينها? شايفينها? خاصة بتتملت بس. شايفينها? بابدأ اعدل فيها زي ما انا عايز. فنمشي كده واحدة واحدة معنا. طيب. دلوقتي هنخش يا جماعة هادي computer configuration. هنلاقي من ضمنها حاجة اسمها windows setting. هنبص عليها كده جماعة. هنلاقي عندي حاجة اسمها security setting. لو قفت عليها هيبصه ادي اول حاجة. account policies. فيها ايه? password policy. انت عايز البسورد بتاعتي بتاعتك تبقى ايه? يعني مسا هنلاقي هنا في ايه? password must meet complex requirement. يعني لازم تبقى complex. شايفينها? عشان كده ما جدنا نغي اعمل بس. قال لي ما ينفعش. انا لو دخلت عليها اهي. لو تقول يسيبوا لي. با كده ممكن اكتب بس. زي ما انا عايز. بالشرط تبقى complex. هقول له اوكي. على حسب احتياجك في الشغل. انت عايز تعمل ايه? ما تنساش. دي هتطبق على كل عشان كده موجودة جوه مين? جوه الكمبيوتر configuration. هنلاقي. يقدر يخزن كام بسورد عنده. ده وخلت على اكسبلين. هيطلع لك الهلب بتاعها. بيقول لك ايه? ده بيعمل يا جماعة. يعني ايه ما ينفعش تقرر بسورد اربعة عشرين مرة. لما يجي سألك على بسورد جديدة تكتب واحدة جديدة. طيب كتبت واحدة من الودام. هيبص. دي عد على اربعة عشرين بسوردو يا لأ. طب انا عم محتاج كم واحدة? حسن ما انا عايز. اهي. بروبيرتز. وابدأ اعد انا عايزو يغير بحيس ما يبعيش تعداد بسوردوهوت بس. معي? فحقول له اوكي. طيب. البسورد بتاعته اكسباير بعد عد ايه? تكيين لما كنا من كاريت يوزر كان في حاجة اسمها بسورد نيفر اكسباير. ما يحصل لها اكسباير. طب انا هنا لو هو اصلا البسورد بتاعته يتعمل لها اكسباير. بعد كم يوم? بعدل زي ما انا عايز. ما يقدرش يغير البسورد قبل ما يعد عليها كم يوم? معي? عرض الحروف. اقال لك البسورد عبارة عن كم خانة? كم ديجيت? تمام? حقول له مسلا ستة. او تلاتة. حسب ما انت عايز. او عشرة. حسب ما انت عايز صعوبة البسورد بتاعتك. بس. فدي اللي ايه? الحاجات اللي عايز انكريبشن ولا اقدي انت ايه لسه كبير عليك شوية مش وقتها. طيب. لو اليوزر ساب الكمبيوتر بتاعه شغال يعمل لك قوت بعد دي. بعد كم ديجا? طب. بتاعه بعد دي يقول له هيحصل لك قوت. اهي. تمام? اتعب البسورد كم مرة غلط. طيب. هو كتب البسورد وغلط كزا مرة. هتعمله لك. يتفك بعد دي ايه? بعد كم دقيقة? كل ده انت بتزبطها على مساوة دومين اول ما تبدأ تقوم الدومين بتاعك. وعلى اساسه كل اليوزر رح يخشه هيبدأوا يشتغلوا معك. تمام? دي كده الصفة عامة يعني ايه? ديفولت دومين بوليسي. تمام? طب انا عايز دلوقتي اعمل رولز جديدة واطبقها على يوزر معينين. انت لو تفتكروا احنا لما جينا اشتغلنا على الجروب بوليسي بتاعتنا على اليوزر والجروب. عملنا ايو جديدة هي هنرجع تاني هيش انا افكركم بيها. لما دخل لما كنا جوة اليوزر والكمبيوتر. كاريتنا ايو سميناها كورس. شايفتينها? انا هعمل رولز جروب بوليسي اطبقها على كورس دي بس. تمام? فهروح اعمل ايه? حاجة انا هي. اوصل الاويو بتاعتي. وحامل راية كليك عليها. هقول له كريات جي بي او عند لينك. يعني ايه? هكارية بوليسي جديدة واطبقها على ايه? على الاويو دي. حاجة انا هنا هسميها مثلا اسمي يعبر عنها. هقول له جي بي او يوزرز. تمام? وهقول له اوكي. ادي الروز بتاعتي بتاعت جوة مين? جوة الكورس. شايفينها? اخلي بالي من حاجة. اتكارية بايد فولت واخدها بتاعت الدومين بتاعي. تمام اللي هما جوة الويو دي بس. يبقى كومبليكس. تمام? هتقول لي طب انا كده هخش هعمل ان احنا عملناه. وهقول له الباسورد بتاعتي كومبليكس. اقول لك اه انت كده شغال صح. بس خلي بالك من حاجة. انت البوليسي دي بتتطبع على مين? على كمبيوتر. فلازم اكون انا اخد الكمبيوتر بتاعتي. حاطيتها جوة مين? جوة الويو دي. وصلت. حلو ملاحظة لي. انا حابيت اقول لها واحنا شغالين. طب تعالوا كده ان نطبق حاجة على اليوزر دي. هقول له مسلا البوليسي بتاعتنا ادمنستريتي فهي. هقول له مسلا الديسكتوب بتاعه. نعمل له في ايه كده? نقول له نقول له. انا انا اخدام كومبيوتر ايكون. انا حامناه ان هو يشوف ماي كومبيوتر. تمام? هتقول لي طب انت ليه قلت له انا حاول لك عشان اقول له تمام? احاول له اوكي. تمام كده? اهي. يبقى كده انا كاريت بوليسي انها هتخفي ماي كومبيوتر من على الديسكتوب بتاع اليوزر الجوة الايو دي. يعني انا عندي دلوقتي اليوزر اللي انا مكاريتهم. هنا الايو دي في يمين. اللي اسمها كورس. جوة يوزر وان. يبقى يوزر وان ده هيبقى اليوزر ده. ما عندهوش ديسكتوب على ما عندهوش ماي كومبيوتر على ديسكتوب بتاعه. وصلت. هتقول ليه تمنح سيف حولك انت اول ما قفلت هتتسيف. تمام كده? طيب. عايز اعمل له حاجة تانية. عايز مسلا السرطي مينيو. نخفيره ايه مسلا? نشوف مسلا لكزة تاسكبار. اعمل له لكزة تاسكبار ايه لا. تمام? اه عايز اشيل له السيرش لينك اللي موجود تحت. اهي. سيرش كومبيوتر عايز اشيل هالو. نقول له مسلا هنشل له الساعة. ما يشوفش الساعة. تمام? بس مش اكتر من كده. اول مقفل. تمام? الجروب بوليس بتاعتي. اهي. عادة اتأكد من انا عملته. او حاجة دي تيلز. اهي. الوجوء اللي اسمها كزا كزا كزا. الهونر بتاعها اللي كاريتها دومين ادمين. تمام? مطبعة دومين اللي اسمه كزا. تمام? طيب. الجروب بوليس ديمالها ايه. طيب ايه السيتنج اللي عليها? هنبص كده على السيتنج اللي عليها. هتلاقي ان انت عامل فيها سيتنج. اهي. دي مطبعة على مين? مطبعة على اليوزر. ومش مطبعة اي حاجة على مين? على الكمبيوتر بتاعها. كفاية كده كمقدمة الجروب بوليسي? تمام? ونكمل في الوضعات الجاية. شكرا.